هذا زمن مين زمن المغدور مسكين يا حرام سيء الحظ السادات اللي عمل صفقة انتهازية مع الإخوان عنده ثار مع الناصريين ومع اليساريين والشعيين قال لك نعمل نشبك مع الإخوان بنكسب الجولة حلو اليؤمن للإخوان الكذا انت اللي جبتوا لحالك فطلحهم من السجون حتى في صورة الهضايبي وهو يبكي الله يرحمه طلحهم السجون وكان من ضمن طلع الهضايبي وزينب الغزالي طلحهم وأكرمهم بعضهم صار محافظين يعطوهم صار محافظة على بعض المحافظة أنا بعرفه على القلب المهم وأكرمهم وكذا طبعا في ناس حذروا قالوا انتبه هؤلاء الناس غدارون وليس لهم ولاء وبقلبوا على خمسين واجب قالوا لا أنا شايف كل حاجة كان السادات يعني برضو تعلم مسهل هو ملعوبة كثيره وكان هو ذكي جدا الله يرحمه فعلى كل حال الآن إيش اللي حصل حيثوا للناس طرحوا السؤال لأنني طرحته اليوم على اللقظ عليه قلت بك هذا من عقبيل أفكار البنة إدخال إيش الحاكمية كأصل من أصول الدين للسلطة شيء خطير جدا وكهدف كبير لابد أن يبلغ بأي ثمن ففي مرحلة معينة يأتي الشاب يطرح سؤال ثم ماذا إلى متى يلا نبطش البطشة هذا السؤال طرحه من هؤلاء عبدالله الأنصاري والجماعة الثانين ومنهم ايه طبعا رأيك زعيمهم صالح سريع كان شخصا يبدو أنه ذكيا دكتور مثقف هادئ كان هادئ الطبع هادئ الطبع جدا قل يستحيل هذا صالح سريع هو وراء الفكرة الإجرامية الإرهابية هذه قتل الرئيس السادات هتقول لي قتل الرئيس السادات طب ليش أليس الرئيس السادات الرئيس المؤمن وهو الذي أخرجكم من سجع عبد الناصر ومكن لكم بعض تمكين وأكرمكم وعطاكم منابر وعطاكم هم هيك هم هيك في الأخير لا إحنا لازم نحن نكون في السلطة لأننا سنعمل البدع سنعمل شغلات مع منهاج عمر بن عبد العزيز ومصيره بعملوش حاجة العكس تماما بتنازل عن كل إشي هيك أوهام رهيبة طب هل هذا الغدر مبرر في شرع الله وشرع رسوله رجل أحسن إليكم وأخرجكم من سجون تأتمرون بقتله الآن السؤال المحير المحرج هل علم الهضيبي بذلك هل تواطى أنا لا أدري يعني ضميري يرجح أنه الهضيبي صعب يعملها ما أعتقدش قضى سنوات في سجون عبد الناصر السادات من عليه وطلع وأكرمه ما أعتقدش يا رجل يكون بهالطريق هالي يعني لواء مصري طبعا كان من يعني الذين عالجوا القضية في وقتها قال لك فيه في شهادة زينة بغزال الكلام غير معقول إحنا لم نقبله ومش مفو بس خلصة اللي يأسرت عليه أنت أخذت صالح سريع للهضيبي قالت آه أنا اللي أخذته ورح معي وين قعدت وقال قعدنا في شقة الهضيبي في القاهرة وفي غرفة واحدة كانت يعني المجلس كان غرفة واحدة صحيح غرفة واحدة طيب إيش دار بينهما قالت لم أسمع أي شيء دار بينهما اللي وأقل لك هذا كلام غير مقبول مش معقول كيف يعني ثلاثة وأنت وبعدين إيش من نفس الخلفية ونفس الجماعة يعني صحيح كيف يعني كيف ما سمعت إيش كيف ما سمعت إيش لكن أصيئة أصرت أنه إيه أنه جرى حديث انفرادي بين سريع وبين أي معاناها الهضيبي وهي لم تسمع هذه بحذة تجوبة كبيرة صحيح ليش ليش يتم حديث سر بينهما الله أعلم ما بنجد أن نتهم المستشعر الهضيبي الله يرحمه وغفر له ما عندنا لحد الآن أي دليل قطعي أنه الهضيبي تورط وتأمر على السادات بس اللي بنقدر نقطع به من غير تردد ولا تحرج أنه هذول الشباب إخوان مسلمون ويقتاتون على أفكار البنة وسيد قطب إذا ما عملهاش الهضيبي وجماعة وهم بعملوها هي المشكلة يعني الهضيبي لم عملهاش الاعتبارات أخلاقية وكذا كذا هم بعملوها الفكر سوف ينتج من يعملها هذا المصيب على فكرة يعني إذا برأت الهضيبي أنت ما برأت الجماعة الجماعة فكر وتنظير هذا الفكر والتنظير حي عشان هيك ما يجيش واحد يسأل وليش أنت يا عدنان إبراهيم جاي تتكلم في القضايا هذه اليوم أو كأنه إيش الإخوان المسلمون جماعة من قبل خمس مئة سنة وانتهت جماعة موجودة ولا تزال فاعلة وتبث هذه الأفكار لا أريد أن صفها بأكثر من هذا تبث هذه الأفكار التي لا نوافق عليها وهي أفكار خطيرة خطيرة على الإسلام وعلى بلادنا وعليهم أنفسهم هتقول أنت يعني مشفق عليهم آه والله أنا أنا مشفق على كل شاب بضي حياته أقسم بالله والله لا يعجبني والله العظيم أحزن طيب والله صالح سريع هذا نفسه أيضا أيضا يعني ما أعجبني أنه أعدم مسكين طبعا يستحق الإعدام بس قلت في نفسي ليش أنت ضيعت نفسك يا صالح ليش ما كملت عليمك فعلا واشتغلت لأمتك وبعدين مصر اللي أكرمتك واشتغلت فيها في الجامعة العربية وكان عندك سيارة مرسيثة قال لك بقضاء جميلة ومرتبك كان خمسمائة جنيه وقتها ثروة أكرموك الناس ليش ما رديت إليهم الجميل رد الجميل للسادات والحكومة المصرية بدل ما تصبح إيه ثعلبا ضاريا أو إيه أو ذئبا كاسرا تقتل وتفجر ومن وراء لوراء واغتيالات إيش هو هذا هو ضحية صالح سريع والزيو ضحية لفكر قطب واللي أساس وجم شفنا اليوم في فكرة حسان البنة كله كله غري كله مؤسس هناك على فكرة سيد قطب ذهب به إلى نهاية الشوت فطبعا أي والله يحزنني ويسوءني أنه أي شاب مسلم حول العالم يفقد حياته ومستقبله أو يفقد عنقه من أجل أفكار مسمة مثل هذه فلازم لازم ننصح ونقول وأنا عارف كثير ناس بعرفوا أكثر مني بكثير وسكتين بخافوا بخافوا على حياتهم هذه الجماعة تصفي ما عندها طول حياته هيك جماعة عندها استعداد للتصفي الجسدية وشوفنا كيف هددوا شيخ غزالي في وجوهك انت كلمت قتل قالوا الله أكبر فيهم روح القتل إجرام ففي ناس تخاف في ناس جبناء مع أن العمر ما حدا بقدر إيه يقدموا إلي أخروا انصح لأمتك انصح لدينك عسى الله ينقذ بك إيش براءة كثيرين إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال إجر خطة كانت وخطة بعيدة المدى اشتغلوا عليها ثلاث سنوات خيال ثلاث سنوات اختراق للجيش واختراق لبعض صفوف الضباط ونشوف من يشتغلوا معانا كما تورط فيها حوالي عشرين واحد أو أكثر كمان في بعض الروايات وبعدين في لحظة معينة إحنا بنيجي إيه على الكلية هذه الفنية العسكرية بنسيطر عليها بنوخذ الأسلحة البدنا إياها وبنجي على السادات بكون يلقي خطابه في المكال فلاني بنخلص عليه نقتل حراس كذا كذا بنقتل هو والبيان الأول كان صالح سريع إيه كتبه وأنجزه بده يطلو على الشعب المصري بيان الأول ما شاء الله الطريقة إيه الانقلابية العربية سبحان الله العظيم الله خيبهم من رحمة الله عز وجل ما نجحة الخط بعد ثلث سنين شغل وعداد لم تنجح من أولها وتم الضبط على هذا وهذا وهذا كذا وبعدين بدأ الرواغان والكذب اللي اعترفوا به اللي حجيب إلى الآن بتلاقي ناس متعاطفين معهم وبتلاقي بعض أي يعني إيه ماذا أقول لك من يركب رأسه يقول لك لا هذه من تدبير المخابرات السادتية هذه لعبة استخباراتية طب بالله عليك أنا أصدقك وأصدق المحامين الفشل دعونك في محامين لقنوهم ما تقولوا شيك وقلوا هيك وهذه الحقيقة يا رجل ولا أنا أصدق الله يرحم هذا طلالي الأنصاري أحد الثلاث الذين حكموا بالإعدام هناك وثائقيات كثيرة على فكرة عن الفنية العسكرية جميل جدا تحضر أي وثائقي منها وتشوف كيف الشغول وكيف بعدين أجي أوان إيه النطق بالحكم ثم بعد ذلك رفعت إيش رفعت الأوراق الثلاثة طبعا هو حكم على ثمانية وعلى سبعة وعلى ثلاثة يعني خمسطعش ثمنطعش ثلاثة فقط إعدام وثمانية أشغال شقة مؤبدة خمس عشرين سنة وسبعة أشغال شقة لست سنوات هذا القضاء هذه الدولة مش العصابات مش المليشيات إذبح صفي فنفس اللحظة وحاربين الله ورسولين تحت الحرابة تقتل كل وتشوف سبحان الله كيف مداولات والقضية تراجع ويتأثر ويأتي محامي ويأتي النائب العام قصة كبيرة دولة دولة مصرية إيش عجيب وبعدين في حكم ناخدته محكمة ثائنة هذه الدولة السادات أفضل من دولتكم ومن تنظيمكم وعندها على أقل إجراءات قانونية وفيها سبحان الله استقلال الإعدالة كمان صحيح؟ شي غريب في أحد القضاء قال لك لا هذا نعم المؤامر عليهم اتهم الدولة وحادي يظل في القضاء ويحكم كمان مش مشكلة أنت بتقول هيك غيرك بقول هيك خلينا نشوف الشهود شهود بالعشرات أجو في منهم كانوا عاد شاهدوا عليهم أيضا بنفس مشوار الخيانة فأول ما يجيش يشهد عليهم يشهد باللي شافوا لكذا صاروا ندعوا عليه أبا رغال أبا رغال خصة أبا رغال المشكورة في السيرة النبوية هذه داما ومارسول خيانة لبعضنا البعض أيضا للأسف الشديد فتشوف أنت في الأخير كيف في جلسة النطق بالحكم النهائي بعد أن صدق عليه المفتي فضيلة المفتي في آخر شهر 31 مايو 1975 تم إعدام ثلاثة الحكم بإعدام ثلاثة تحس بقيمة الحياة أنه إعدام شخص خضية كبيرة وشهود وترافعات وماجرايات كثيرة واستئناف والمفتي هذا الحياة وتشوف الجماعات الإسلامية الإرهابية قتل الإنسان في لحظة تفجير الركع السجد في لحظة وكله الله هو أكبر الله أكبر عليكم الله يخلصنا منكم أنا ما بدي أحكم بالدين الذي لا يعرف معنى قدسية الحياة الإنسانية ما بدي يا ما بدي يا ما قال الشيخ غزالي قال هذا الدين تهرب منه تكفر به هم لأ عندهم باسم أننا نعمل ووظفين لدى السماء واحتكرنا إيه الكلام باسمها إحنا نقتل من نريده وعالماشي كمان محاكمات فورية في لحظة عادي ما هتتكلم